السلام عليكم ورحمة الله معكم محمود النهاردة ان شاء الله هنتعرف على بعض الاضافات عبارة عن جمليات لتوزيعة اوبينتو ان شاء الله تكون عبارة عن ايكوناتو السيم وبعض البرامج الاوامر اللي هنستخدمها ان شاء الله أنا كتبتها في ملف وهنضيفها تحت الفيديو بحيث انها تكون سهلة ان شاء الله علينا نفتح الترمينال ونبدأ نضيف المفاتيح الخاصة بعيكونات زي ما احنا شايفين مع بعض نعمل ابدت للمستودعات الموضوع في الحقيقة مستوحي من قناة اجنبية بعد استيزان صاحبها فعشان نكون صريح يعني نضيف الامر التزبيط الايكونات والسيم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميلة جدا هنضيف برنامج والش اللي هو خاص بتغيير الخلفيات كل وقت معين ايضا هنضيف برنامج unity tweak tool ده خاص بتغيير الايكونات والسمات على بعد الاضافات اللي احنا شفناها معنا هنكتب مع بعض كلمة لاضافة البرنامج الفيش لليوزر وهنكتب مع بعض ايوزر بين فيش اه انتر وهنعمل ريبوت للجهاز بعد ما عملنا هنفتح التر من المرة اخرى زي ما احنا شايفين هنلاقيها welcome to fish لسه ما زبطناش هنضيفه للشال هنضيف الجملة دي قوي بسط هنلاحز ان فيه تغيير في الالوان هنبدأ نعمل config للfish config معذرة fish الاول fish acon acon fake ودي صفحة التعديلات الخاصة بالfish هنروح على برمبت هنختار طريقة عرض الجملة اللي بتصهر في اول الترمينال هنخطار classic the jet هنختار yusip user ونزهل على colors هنغير ال 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 الوست اللون الخاص بالوست هنختاره وليكن لون ظاهر مثلا لون أصفر حيث ان هو يكون ظاهر وهنروح على user برضو هنغيره هنختاره مثلا لون ظاهر تاني كون لون مثلا بامبة زي ما تحب طيب هنروح للطرفية بحيث ان احنا نشوف التغيير اللي حصل معنا زي ما احنا شايفين بالزبط الالوان اللي احنا اخترناها محمود لون بامبة وبنت اللون الأصفر ده التعديل الخاص على الترفية طيب هنروح لبرنامج الولش اللي احنا نزلناه ده الخاص بتغيير الخلفيات من وقت الآخر لو ضفنا الخلفيات دي اللي هي الخاصة ببنته كلها بحيث ان هو يبدأ في تغييرها من وقت للتاني ده خمستاشر دعية ممكن نقللها بحيث ان هي تتغير معنا ونبدأ نعمل start بحيث ان هي تبدأ تتغير هنبدأ على ندخل برضو على unity tweak tools حيث ان احنا نغير السيمات ونغير الايكونات اللي احنا ضفناها اللمس الجمالية اللي احنا اتكلمنا عليها السيم هنخلي no mix والايكونات برضو نفس الكلام ايكونات شكلها رائع هنروح على البنل ونديله شفافية خفيفة هنروح على system setting بحيث ان احنا نغير الجانبي نخلي نخلي الايكونات صغيرة الى حد ما احنا ومن من برضو ممكن نصغر حج الكل للويندوز نخلي 75 مثلا فاصل 75 وبكده هيكون الشكل معنا النهائي ده شكل الايكونات النوكس وش تسيم ايضا بالشكل الرائع ده وهتكون الترمينال عندنا بالشكل الالوان اللي قمنا بضفتها ممكن كمان ندخل على الاعدادات الخاصة بالترمينال على نفعل خاصية الشفافية ونقدر نتحكم فيها من هنا حيث ان هي تكون مناسبة معنا في العالم الى هنا درس اليوم انتهى ان شاء الله ونلقاكم في درس اخر اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته